أهلا بكم من جديد وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن ضد طلب بلاده للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة بأنه مخيب للآمال قائلا أن القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في علاقاتها مع واشنطن وقال عباس في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي باستعمال الفيتو موقف مخيب للآمال ومؤسف ومخزن وغير مسؤول وغير مبرر وأضف بأن الولايات المتحدة خرقت جميع القوانين الدولية وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة وقد اتأم عباس واشنطن بأنها سمحت لإسرائيل بإضافة السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة وتعزيز وجودها وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من نيويورك السفير رياض منصور مندوف فلسطين لدى الأمم المتحدة سيادة سفير أحييك على الجزيرة مباشر إذن الرئيس أبو مازن يصف الموقف الأمريكي والفيتو الأمريكي بأنه مخيب للأمال سيادة سفير وأنت كيف تصف الموقف الأمريكي والفيتو الأمريكي في هذا السياق؟ لما أسمع السؤال عذرا ما وصفك أو كيف تصف ما قامت به الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن من استخدام حق النقد الفيتو فيما يخص الدولة الفلسطينية أن تكون كاملة العضوية بالأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ نعم سمعت ما تكلمت عنه بالنسبة لتصريحات السيد الرئيس لكنني لا أزال تقطع الإتصال ما هو السؤال الذي تسألني إياه؟ هو في نفس السياق ما ذكره السيدة أبو مازن سيادة السفير ذكر أنه مخيب للأمال سيادة سفير هل تستمع إلى صوت الآن سيادة السفير؟ سؤالك نعم سؤالي ببساطة شديدة هذا الموقف مخيب للأمال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ماذا أنتم فاعلون ببساطة شديدة بعد الفيتو الأمريكي؟ أولا شكرا على استضافتي نحن بدأنا منذ فترة في التهيئ إلى احتمال أن تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو في التهيئ إلى المرحلة الثانية ونحن مستمرون في هذه التهيئ وبدأنا باتصالات مع رئيس الجمعية العامة وسنعقد اجتماع عند السفراء العرب يوم الاثنين لنحيطهم علما بكل التفاصيل سنذهب إلى الجمعية العامة مستأنفين الدورة الطارئة العاشرة مرة أخرى وسنهيئ تهيئة مناسبة ونأمل أن يساهم معنا عدد كبير من قادة الدول من وزراء وغيرهم في تلك الجلسة التي سيعكس فيها القرار الذي سنطرحه أمام أعضاء الجمعية العامة قراراً يرقى إلى الآن الاعتراف من الذين سيصوتوا لصالح هذا القرار ونأمل أن يكون أكثر من 150 لأننا في عام 2012 عندما غيرنا الوضع إلى دولة مراقبة حصلنا على 138 صوتاً وأن تطلب الجمعية العامة عبر كل الذين سيصوتوا لصالح القرار أن يعيد مجلس الأمن النظر في الطلب الفلسطيني بأسرع وقت ممكن وهذا اللغة التي سنستعملها ترقى إلى كل الذين سيصوتوا لصالح القرار الذي سيكون شبه إجماعي باعتبار على أنهم ليس فقط يعترفوا بالدولة الفلسطينية وإنما يقروا لو كانوا أعضاء في مجلس الأمن لا يصوتوا بصالح هذا القرار لتكثيف الضغط على أن جهة التي عطلت اعتماد هذا القرار بعد أن وافق عليه أو لم يعترض عليه 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن لأن 12 صوتوا لصالحه وطرفين امتنعوا عن التصويت وبالتالي لا يستطيعوا أن يعطلوا وبقية دولة واحدة تملك البيتو هي التي عطلت القرار وقد أشار إليها السيد الرئيس محمود عباس في تصريحه الذي أن تكرر أجزاء منه ولذلك نحن سنستمر في طرق الأبواب في الجمعية العامة في مجلس الأمن مترافقاً معها نحن على تواصل ونعمل جاهدين على أن كتلة مهمة من دول أوروبا الغربية وربما من دول أخرى كما فعلت البارحة باربيدوز عندما أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين وتمت تفويض سفير باربيدوز من قبل حكومته وتفويضه من قبل القيادة الفلسطينية على أن نوقع في الأيام القليلة القادمة بعد أن يعود زميلي من باربيدوز إلى نيويورك على مذكرة الاعتراف المتبادل فسيكون هناك دول أولاً من أوروبا الغربية كتلة مهمة كإسبانيا وغيرها وكذلك من دول أخرى في منطقة البحر الكريبي وربما بعض الناس في منطقة آسيا وبالتالي نحن في زخم لكن اسمح لي عفوا أن سيد سفير للمقاطع لكن يعني حتى لو حدث هذا الأمر بهذا الشكل الذي تحدث عنه وحدث هذا الزخم هل هناك ضمانة بأن لا تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى حق النقد الفيتو في وجه استكمال العضوية أو العضوية الكاملة لفلسطين هل هناك ضامن لذلك لا يوجد ضامن ولكننا لسنا ناس يعني دخلنا في نادي محترم دخلت فيها عشرات الدول قسب منها تم تعطيل عضويته بالفيتو مرة ومرتين وإيطاليا عطلت طلبات عضويتها لستة مرات ما بين عام الفتسانية وتسعة عربين وخمسة وخمسين الأردن عطلت طلبها أكثر من مرة وحظيت بالعضوية في الخمسة وخمسين الكورية الشمالية والجنوبية كما قال مندوب كوريا الجنوبية قدموا طلبهم في عام الف وتسعمية وتسعة واربين وحصلوا على العضوية في عام الف وتسعمية واثمين وتسعين فيتنام حصلت على بيتو لعضويتها وبعد سنتين عندما ذهبت للجمعية العامة وطلبت الجمعية العامة من مجلس الأمن إعادة النظر حصلت على عضويتها فعشرات الدول من الشرق ومن الغرب الذين أصبحوا أعضاء في الأمم المتحدة في فترة الصراع ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة العشرات منهم عطلت عضويتهم بسبب سوء استعمال البيتو لفترات من الزمن قبل أن يتم التوافق وأن تقبل عضويتهم وكلهم جميعا الآن أعضاء كامل العضوية في الأمم المتحدة نحن نأمل أن لا نعطل لفترة زمنية أطول وأننا أصبحنا قابة قوسين أو أدنى من أن لا تعطل طلب عضويتنا عندما ينظر مجلس الأمن مرة أخرى في طلبنا ولذلك الضغط من قبل الجمعية العامة والمزيد من الاعترافات في هذه الأيام وفي هذه الأسابيع كلها ستزيد من الضغط على الذين عطلونا في مجلس الأمن بسبب استعمال البيتو وفي هذه اللحظة الفارقة من تاريخنا حيث يتعاطف العالم كله مع الشعب الفلسطيني ومع مأساة أهلنا في غزة هناك رغبة جامحة من تقريبا جميع دول الأمم المتحدة ومن مئات الملايين من البشر في الشوارع بما في ذلك في مدن الولايات المتحدة الذين يطالبوا بوقف طلاق مار فورا ويطالبوا بقبول دولة فلسطين عضوا كاملة العضوية في الأمم المتحدة لكن رغم كل ذلك سياد سفير يعني كل ذلك يصطدم على ما يبدو برفض أمريكي في المقام الأول ليوقف طلاق نار ولو حتى من الناحية الشكلية يعني اسمعي سياد سفير البعض كان في فترة من الفترة بيعول على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أن تمارس ضغوط على إسرائيل في مسألة حل الدولتين وفي مسائل متعلقة بالقضية الفلسطينية يعني هذا التعويل انتهى الآن خلاص يعني فهم الفلسطينيون أنا أتحدث هنا عن السلطة أن لا يجب أن يتم التعويل عن الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لا أقول عدوه ولكن على الأقل هي أصبحت وكأنها هي الراعي الرسمي للاحتلال الإسرائيلي هل هذا الطرح بهذا الشكل صحيح سياد سفير يعني هذا الطرح يعني فيه جزء كبير منه صحيح ولكن دعني أن أقول أن مسألة انتزاع حقوقنا نحن الشعب الفلسطيني كاملة بما في ذلك حصولنا على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هناك كذلك الشقاء وحلفاء وشركاء وأصدقاء ومن ضمنهم مجموعة الدول الستة العربية التي تتفاوض مع الطرف الأمريكي وستلتقي به حسب معلوماتي في نهايته هذا الشهر يعني قريبا بعد بضعة أيام في المملكة العربية السعودية للاستمرار في النقاش حول المطالب العربية والتي في المقدمة من هذه المطالب بالإضافة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات لأهلنا بالحجم المطلوب هي كذلك قبول دخول دولة فلسطين العضوية الكاملة فلذلك يعني لسنا وحدنا في هذا المسعى معنا عدد هائل وفي المقدمة منهم الأشقاء والأشقاء الذين يتفاوضوا ويتحاوروا مع الولايات المتحدة الأمريكية ونأمل من كل هذه الجهود والمصالح الكبيرة للولايات المتحدة ولغيرها في منطقة الشرق الأوسط ومع العرب كل ذلك أن يوظف بشكل حكيم وبشكل فعال وبشكل قوي للحصول على أهدافنا الآنية والمتوسطة المدى وبعيدة المدى الآنية الوقف الفوري للعدوان على أهلنا في غزة والمسائل المتعلقة بذلك وكذلك المتوسطة هي أخذ دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لأن ذلك حق طبيعي وقانوني لنا من خلال ممارسة جزء من حقنا في تقرير المصير لا نتفاوض بشأنه مع أحد أو نطلب إذنا من أحد بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هكذا فعلت كل الدول هذه المسألة سيد سفير هي فكرة يعني كل هذه الجهود ونحن نتابعها لحظة بلحظة جهودكم داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمم جهود عشرات الدول يعني في سواء دول الإقليم أو بعض الدول الغربية أو حتى الدول الأمريكية اللاتينية كل هذه الجهود على ما يبدو فاشلة في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن حماية إسرائيل داخل مجلس الأمن عن الرضا عن موقف متعلق بوقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين المدنيين تحديدا والآن القبول بدولة فلسطينية كاملة العضوية في مجلسه يعني لماذا فشل العالم أو جزء كبير من العالم في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية سيد سفير هل هناك تفسير لهذا الأمر والله هذا السؤال يعني ممكن أن تسأل إلى منذبين الولايات المتحدة ولكنني أقول لك أنني أعتز وأن أفتخر أنني فلسطيني وأعتز وأنني أفتخر بصمود أهلي وشعبي طوال هذه الفترة الزمنية الطويلة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي المقدمة منها غزة العزيزة نعم دفعنا ثمنا غاليا ولكننا نناظر من أجل حريتنا واستقلالنا وأعتز وأفتخر على أنه في جلسة مجلس الأمن العالم كل كان معنا والمعزول كان الإسرائيلي والذي غطى الإسرائيلي بالبيتو كان صغر حجمه كثيرا في مجلس الأمن بينما كان الشعب الفلسطيني عملاقا معه العالم وكانت قاعة مجلس الأمن مكتظة بالحضور وكانت الناس في كل أركان الكرة الأرضية بعد نصف الليل في بعض الأماكن يشاهد التاريخ يصنع بأن العالم مع الشعب الفلسطيني ومع حقوقه ومع عضويته في الأمم المتحدة هذا يزيدنا قوة وإسرارا على الاستمرار في كفاحنا من أجل أن نصل إلى أهدافنا وفي المقدمة منها أولا وقف العدوان على أهلنا وتضميد جراحنا وإعادة بناء غزة وأن ندخل بكل كبرياء العضو 194 في الأمم المتحدة متساويين مع كل أعضاء الأمم المتحدة هذا اليوم سيأتي لأنه من كان موجودا في تلك القاعة كان يرى قوة سقر الشعب الفلسطيني يحلق في قاعة مجلس الأمن كل ذلك اسمح لي سيد سفي أينما تذهب في الولايات المتحدة في الجامعات في المدن في الشوارع ترى الناس تتظاهر تأييدا للشعب الفلسطيني وتطالب وقف حتى نفهم الصورة بشكل نعام سيد سفي وأنا طبعا متأسف للمقاطعة المتكررة لكن لدينا أسئلة كثيرة وضيق للوقت حتى ولو فقط الولايات المتحدة ولم ترفع حق النقدة الفيتو في وجه العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ما فائدة هذه العضوية الكاملة طالما أن الأراضي الفلسطينية محتلة أن إسرائيل من الأساس لا تستمع ولا تحترم أي قوانين دولية ما فائدة العضوية الكاملة في هذه الحالة فائدتها فائدة عظيمة أولا ترسي من قبل العالم المساوى للشعب الفلسطيني مع كل دول العالم هذه قضية مهمة هذه تفتح لنا مزيدا من البوابات لكي نلاحظ المجرمين وأن يعقل العقاب الذي يستحقه من خلال دخولنا كعضو كامل العلوية في مؤسسات لم نستطع دخولها حتى الآن بما في ذلك محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى هذا يصفع العالم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأنها ليست هي التي تحدد مستقبل الشعب الفلسطيني واستقلاله ودولته وإنما الذي يحدد ذلك الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي معه وغيرها من المسائل التي هي في غاية الأهمية يكفي أن يكون حتى الشعب الفلسطيني في دولة تحت الاحتلال ويكون رئيس الجمعية العامة الأمم المتحدة هو عضو من الشعب الفلسطيني وأن نكون أعضاء كامل العضوية في مجلس الأمن نناقش قضيتنا بيدنا ولا أن تناقش عبر من يمثلون في مجلس الأمن واللستة طويلة عريضة حول هذه المسائل وكذلك الاعتداء على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وحقها في الدفاع عن النفس هي قضايا في غاية الأهمية تصبح أسلحة إضافية في يدنا ونحن نناضر من أجل حقوقنا وكنس الاحتلال عن أرضنا بالمناسبة سيد سفير هل التجربة الأخيرة تجربة الآن حوالي سبعة شهور من الحرب والعضوان المستمرة على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والدعم اللانهائي يعني قبل قليل سيد سفير وأنت أدرى مني بالتأكيد مجلس النواب الأمريكي وفق على مشروع قانون بمساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة حوالي 26 مليار دولار هل العدو الحقيقي الآن لفلسطين للشعب الفلسطيني هي الولايات المتحدة الأمريكية وليست إسرائيل يعني إسرائيل هي فقط الأداء لكن العدو الحقيقي هي الولايات المتحدة الأمريكية هل هذا الطرح صحيح سيد سفير نحن نبحث عن الطرق التي توصلنا إلى إنهاء الاحتلال وعذابات شعبنا وطرب الاحتلال عن أرضنا نحن لا نبحث عن أعداء جدد لنا نحن نبحث عن تخنيئ تجديد الخناء على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لنبذها ومعاصرتها وربما إن لم يتم الظروف المناسبة لإنهاء الحرب علينا وإنهاء التصدي لنا في العضوية الكاملة ربما ننتقل إلى أفكار عديدة من ضمنها لماذا نحن الشعب الفلسطيني نحرم من العضوية الكاملة ويبقى ممثل سلطة الاحتلال وممثل الإبادة والتطهير العرقي جالساً في الجامعية العامة هناك أسلحة كثيرة ليست بسيطة جنوب إفريقيا حرمت من مقعدها في لحظة ما من قبل المجتمع الدولي في الجامعية العامة على طريق إنهاء سيستم الأبرتايد نظام الأبرتايد نظام الفصل العنصري فنحن نتعلم من كل الشعوب التي سبقتنا ونسلك الطرق التي يسلكوها إن نجحنا في إنهاء الحرب ونجحنا في التسليم إسرائيل بأنها سلطة احتلال ونجحنا في العضوية الكاملة ونجحنا في إنهاء هذا الاحتلال هذا ما نبغيه وهذا هي سلسلة أولوياتنا نحن لا نريد أن نفتعل معارك إضافية وأن نكبر عدد الجيش الذي يحمي إسرائيل والذي يدعمها نحن نريد أن نقلصه وأن نبقيها منبوذة معزولة لوحيها هذا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني طيب تعليق حضرتك سيادة السفير عفوا للبقطة تعليق سيادة السفير على ما أقراه مجلس النواب الأمريكي من تمويل أمن لإسرائيل بقيمة حوالي 26 مليار دولار ما تعليقكم على هذه الخطوة من قبل مجلس النواب الأمريكي؟ هذه خطوة عدائية ضد الشعب الفلسطيني وضد كل الجهود لوقف العدوان ونحن نعرف تركيب الكونغرس الأمريكي ونعرف أن هذه هي مقومات لاستمرار الحرب والاستمرار عدوانية وغطرسة السيد نتنياهو وزملائه الفاشيين في الحكومة الإسرائيلية ولكن هذا القرار اتخذ الكونغرس الأمريكي وهو يشكل طعنة في الظهر للشعب الفلسطيني وعلى العالم أن يقف معنا بأن لا يمول إسرائيل وهي تقوم بالعدوان وقتل أهلنا وأن لا تسلح إسرائيل وهي تقوم باستعمال هذه الأسلحة في العدوان علينا وفي تدمير بيوتنا وأهلنا في غزة وأعرف ونقدر مواقف عدد من أعضاء الكونغرس الذين هم ضد مثل هذه الخطوات من قبل الكونغرس الأمريكي والحكومة الأمريكية ولكن عددهم ليس كبيرا ولكننا نحيي شجاعتهم ومواقفهم المبدئية في عدم السماح للمال والسلاح أن يذهب إلى إسرائيل ليستعمل ضد الشعب الفلسطيني وأطفالنا ونسائنا نعرف كل هذه المسائل ونبقى نناضل من أجل أن لا يتوسع رقعة المساعدين وإنما تتقلص بالمناسبة سيد سفير منذ قليل استدعت الخارجية الإسرائيلية عدد من السفراء وابختهم على موقفهم داخل مجلس الأمن بالتصويت لصلاح عضوية فلسطينية كاملة في الأمم المتحدة على سبيل المثال استدعت سفراء فرنسا اليابان كوريا الجنوبية مالتا سلوفينيا والإكوادور هل لك تعليق على هذا الخبر ممثلهم في مجلس الأمن بكل غطرسة وحقارة أهان الجميع وأهان مجلس الأمن وأهان الأمين العام وأهان كل الدول باستثناء الدولة الوحيدة التي أنقذتهم من عدم اعتماد القرار بقبول العضوية لدولة فلسطين فنحن نعرف هذا السلوك المشين الذي يثير إشمئزاز الجميع خاصة في أروقة الأمم المتحدة من الأمين العام عبر مجلس الأمن والجمعية العامة لمثل هذا السلوك هم يستفيدوا من خيرات بقائهم في الأمم المتحدة ويركلوا برجلهم ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي ترمز إليها والمقاصد في ميثاق الأمم المتحدة والكثيرون يتكهن عليهم إذا أنتم هل أد حاقدون على الأمم المتحدة لماذا أنتم باقيون فيها تريدوا أن تأخذوا الخير لكم وتريدوا أن تنبذوا أي واحد يسجلوا اعتراضاً أو نقطةً أو تسويتاً لصالح الفلسطينيين وللقضية الفلسطينية هذا السلوك الأرعن والذي يستعمل كل مكايل الكيل بميكيالين لولا أن هناك طرفاً يحمي هذه الدولة المارقة لما كانت تستطيع أن تتصرف بهذا السلوك على الأقل في الأمم المتحدة في تل أبيب يستطيع أن يتصرفوا كما يشاء ونحن نترك لحكمة هذه الدول وقدرتها على الرد على هذه التصرفات سؤال الأخير سيد سفير حتى لا أطيل عليك أكثر من ذلك متعلق بتصريحات الرئيس أبو مازن اليوم قال سوف تعيد القيادة الفلسطينية النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بما يضمن حماية مصالح شعبنا وقضيتنا وحقوقنا أولا سيد سفير هل أمريكا تهتم بفكرة يعني إعادة النظر في العلاقات الثنائية بينها وبين السلطة الفلسطينية هل حتى لو حدث ذلك الأمر يؤثر على أمريكا يضغط عليها مثلا أم ماذا أنا أعتقد كل شيء يؤثر ولكن هذا السؤال ممكن أن يسأل لممثلين الإدارة الأمريكية أنا أمثل الشعب الفلسطيني لا ما هو اللقاء للكلام ده الرئيس أبو مازن مش الإدارة الأمريكية يعني يعني خليني أعيد صياغة السؤال هو لماذا من الأساس هناك علاقات ثنائية بين السلطة وبين الولايات المتحدة رغم ما تقوم به الولايات المتحدة من حماية لإسرائيل في قتلها للشعب الفلسطيني ممكن أنا أضيف كذلك في نفس السياق وبنفس طريقة التفكير لماذا تقين كل الدول العربية علاقات مع إسرائيل بينما كولومبيا وبوليديا تقطع علاقاتها معها بعد حرب غزة ولماذا تقين دولك تركيا الصديقة علاقات مع إسرائيل بينما هذه الدول تقطع علاقاتها مع إسرائيل نحن بوسعنا أن نسأل هذه الأسئلة ولكننا ليست عندنا غايات أن ندفع أصدقائنا وحلفاءنا وإخوتنا إلى مواقف سهلة لنرميها أنا لا أسأل عن مواقف الدول العربية بالتأكيد سيد سفيني لا أسأل عن مواقف الدول العربية سيادتك لو كان معي ممثل من دولة من هذه الدول سأسأله يعني أنا مش عايز أسبب لحضرتك أي حرج لكن في الآخر الفلسطيني هو الذي لا يقتل ليس التركي ليس المصري هو الفلسطيني الذي يقتل فالبعض يسأل هو لماذا هناك علاقات من الأساس بين السلطة وبين أمريكا طالما هي تحمي من يقتل الفلسطيني ليلة نهار يعني لو لم تريد أن تجيب هذا الأمر يعود إليك يا سيد سفيد تفضل يعني لا أقول لك نحن جزء من الأهمة العربية ونحن يعني ننتخي دائما بأشقائنا العرب ونحن نسبح في هذا البحر وقضيتنا قضية قومية وقضيتنا قضية إسلامية أنا أعرف أننا نقود ونحن في الطليعة ولكننا لسنا ناس يعني متهورين نتخذ القرارات بكل هذه السؤولة نحن كل قرار نتخذه نوزنه بميزان التهاب كيف يؤثر سلبا على حياة شعبنا أو إيجابا ومن هذا المنظار نحدد مواقفنا كلها نحن لسنا مجموعة من الناس نطلق البيانات شرقا وغربا نحن يعني تتقطع قلوبنا عندما نرى كل يوم طفل فلسطيني نفقده ونبذل كل يوم كل الجهود الممكنة والتي هي بحوزتنا من أجل أن ننقض أرواح شعبنا نحن نتصرف بطريقة مسؤولة ولا نتصرف بطريقة يعني سيد سفير أنا أكرر مرة أخرى أنا أقرأ ما ذكره الرئيس أبو مازن لوكالة الأنباء الفلسطينية هو الذي قال سوف نعيد استعيد القيادة الفلسطينية النظر في العلاقات التنينية مع الولايات المتحدة بما يضمن حماية مصالح شعبنا وقضياتنا وحفوقنا الرئيس أبو مازن هو الذي قال هذا الكلام لست أنا ماشي سمعتك أنت تريد مني أن أفسر لك ما هي الخطوات التي سيقدم عليها السيد الرئيس محمود عباس هو أقل لك سنعيد مقيم وندرس وعندما تنتهي هذه العملية من النقاش والدراسة وتحديد الخلاصات والمواقب التي ستعلن ستعلن لذلك لا داعي لاستباق الأحداث منذ اللحظة التي قال فيها السيد الرئيس هذا الكلام ماذا لا أحد أقول لك يا نعم شكرا جزيلا وضحت الفكرة سيد سفير رياض منصور مندوف فلسطين لدى الأمم المتحدة كنت معي من نيويورك شكرا جزيلا وضحت الفكرة سيدة لدى الأمم المتحدة